اليوم هذا الفارس في مكة هل يعاقبنا الله؟ اليوم العمر منعت والحج ربما يمنع عام المقبل هل هذا عقاب من الله علينا؟ أم أنه ابتلاء؟ علينا أن نفكر جيدا في زمان في بلادنا العربية الأسعار عالية والنساء عارية والمساجد خالية وأحكام الله لاغية في بلادنا الصارخ مدلل والبطل في قيوده مكبل في بلادنا الزواج مرحال والزنا حلال والنساء قوامون على الرجال وأرض الله محتلة والفقراء تحت المطر بلا مضلة نعم نحن في زمان في بلادنا العربية كل خير كل عمل نضعه في كيس مدقوب نتوضع نحسن الوضوء ثم نسرف في الماء نتصدق على الفقراء ثم نصورهم وندلهم في المواقع نقوم الليل ونقطع الأرحام نصوم ونصبر على الجوع ونسب ونلعن ونشتم ألا إن سلعة الله غالية بعض الناس لا يستطيع الذهاب إلى الحج بحجة أن التكلفة عالية لكن يستطيع أن يسافر لشم الهواء البعض لا يستطيع أن يصنع أضشية بحجة أن تكلفة الأضشية غالية لكن بإمكانه أن يشتري جوال حديث